ده بقى خبز الملوح الجامد جدا احلى من الفطير بقولك ايه ومش هياخب منك دقايق وهتسويه على طاصة عندك على النار وتعملين للفطار وتسخنيه في اي وقت والطلعيه بيطلع مورق ومبيخدش اي وقت في التسوية كمان المقادير بقى واحد كيلو من الدقيقة 550 ملي من المية معلقة صغيرة من الملح بداوبه من معلقة الساعة وبنزل على الدقيقة وبعد كده بقوم حط معلقة سكر صغيرة ونقلب بمعلقة خشب لحد ما العجينة تتكون معايا كده ونقوم شايلين معلقة الخشب وبأدينا ونبدأ نعجن وما نستعجلش في العجن ولازم العجينة تتقرب معايا كويس جدا زي ما حدك كده شايف العجينة بتأكد ديها تخدمت اللي ياما بتقطعش معايا وبتمقى معايا زي الفل اغطيها واسيبها لمدة ربع ساعة بعد كده بقوم جايه في صاج عليه زيت ونبدأ نقور عندنا كويرات العجينة ديت يعني كيلو مسلا ممكن يطلع علينا حوالي 20 لقمة ونحطها عندنا في صاج وبعد ما نحطها في صاج ونقورها كويس جدا نقوم حطينا عليها شوية زيت من فوق ونغطيها ونسيبها لمدة ربع ساعة كمان احضر بقى عندي المكان اللي انا هبدأ اشتغل فيه وافرت فيه وقدهنه شوية زيت صغيرين جدا ونبدأ ناخد العجينة ديت ولازم تبقى مرتاحة وبأدينا من غير اي مردنة خالص هتلاقي ماشي معايا كزاس كنا في الحلاوة لازم نورقها التوريقة اللي قدام حضرتك ديت زي الفطير كده بالظبط بعد كده ما قوم جايب زبدة تكون زبدة طريقة جدا او ممكن تسيحيها وتبدأ يتغدها كده وتحطيها على العجينة من فوق وبعد ما تأكد ليه خدت زبدة كويس جدا ابدأ الف اللفة اللي قدام حضرتك ديت لحد ما وصل للنص وبعد كده قوم جايب الطرف التاني ونبدأ نلفه لحد ما نوصل للاتنيني يلحموا ببعض بعد كده ما قوم مططة كده مططة كده بسيطة ترتاح حوالي نص ساعة بعد نص ساعة تعالوا نطلحها وتلاقى مسكت معاك كده وجبنت معاك وعمل الكلام ده بالليل بتبقى جميلة قوي ونبدأ نفردها برضو من غير مردانة هتلاقى ماشية معاك حلوة جدا جدا بعد ما فردناها وخدت الكتر اللي حضرتك كده شايفها ممكن نجيب شوية حبة البركة كده من فوق ونبدأ نرشاها عليهم ونسبت حبة البركة عليها كويس جدا اجيب طاصة عندي على النار او حلة او عندي صنية زي دي حط فيها معلقة سمنة او معلقة زبدة وناخد عندنا الخبز الملوح ده ونبدأ نحطه لحد ما ياخد اللون الدهبي من الجنبين بص بعد بدأ يورق ازاي شكله بين اللي هو حكاية وهيورق ووريك التوريق متاعته كمان واحنا بنسويه شايفت جمال ما بياخدش يا باشا لقتين على الكل وش ونبدأ نقلبه على الوشين الاتنين لحد ما يبدأ اللي هو يستوه معايا وممكن تسوي بزيت على فكرة مش بزبدة وزيت خالص نبدأ نحطهن فوق بعض ونبدأ نخزنه ناكل وبالهانة والشفا جربوه هيعجبكو اول صراحة ترجمة نانسي قنقر